في حاجة في الحياة اسمها صدفة صدفة يعني حضرتك من الصدف كده انت وماشي في الشارع تشوف مثلا فرح صدفة ممكن تقابل واحد صاحبك تقابل واحد بتاع بطيخ او حتى كوسة فتشتري حاجة للمدام صدفة الصدف كتير في حياتنا ممكن تحصل لك كل يوم بس في النهاية يعني بتكون في اطار المعقول بس في مصر ممكن تتفاجئ بحاجة على سبيل الصدفة حاجة مهمة جدا حاجة بتحدد مصير ومستقبل بلد المفترض انه بلد محترم والمفترض تكون زوء اهمية كبيرة جدا عند اي مواطن في البلد دي الحاجة دي رغم اهميتها البالغة الا ان الناس في مصر مهتمتش بيها اطلاقا لانها معروف نتيجتها من البداية صدفة النهاردة مشاهدينا اللي ناس كتير جدا مننا مش واخدين بالهم منها هي الانتخابات انتخابات ايه تقصد حضرتك انتخابات امريكا او ترامب وجو بايدن وكده لا يعمل حاج بقولك انتخابات في مصر مش في امريكا او الله زي ما بقولك كده انتخابات برلمانية ستحدد اعضاء مجلس النواب الموقر اللي هيتكلموا باسمك وباسمي وباسم الشعب وهيشوفوا مصالحنا ويعملوا لنا اللي احنا عايزينه او الله هيعملوا لنا مفاجأة مش كده النهاردة في مصر في مصر مصر اللي شعبها مديون دلوقتي باكتر من اربعة تريليون على الاقل اربعة تريليون جنيه وده طبقا لبيانات البنك المركزي المصري والبنك الدولي مصر اللي الجنيه فيها كان بيقابل قيمة الجنيه الدهب سنة 1950 وده كلام مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مش كلامنا يعني قبل ما يتولى حكم البلد العسكر مصر دي يا سادة النهاردة بتختار نواب مجلس الشعب نفس النواب نفس النواب اللي اقروا التعويم في 2016 ودخلوا وخلوا الدولار ب16 جنيه فاحسن احواله بمنعكس زي ما كلنا شايفين وعارفين وحسين لارتفاع تكلفة المعيشة على المواطن بشكل جنوني نفس النواب يا سادة اللي اقروا بتسليم تيران وصنافير للكفيل السعودي محمد بن سلمان اللي بيخطط دلوقتي مع اسرائيل لمد خط غاز جديد هيسبب خسائر فادحة لقناة السويس المصرية وده حسب ما نشرت وكالات ونيورك تايمز الامريكية وجزرالين بوسط الاسرائيلية وغيرها من الوكالات والصحف العالمية نفس النواب يا مولانا اللي وقفوا خلال دوهرات الانعقاد اللي فاتت ووفقوا على تمنمية سبعة وسبعين قانون تمنمية سبعة وسبعين ايه؟ قانون تقدر حضرتك وانت قاعد دلوقتي مش انا ولا احنا في مكملين ولا المتهمين بالاخوان تقدر انت مش حد تاني يفكر دلوقتي كام قانون منهم كان في صلحك او عاد بالنفع عليك او اللي حواليك مجلس النواب يا سادة اللي بيتم اختيار اعضاءه دلوقتي من قبل النظام لا من قبل المواطن الغلبان المطحون في البلد بنفس الطريقة المعتادة بالرشاوة والكاراتين والمتين والتلتميت والمت جنيه هم هم اللي اقروا قانون يسمح لعبد الفتاح السيسي القابل حانون بالبقاء في حكم البلال لسنة الفين اربعة وتلاتين يعني الحد ما يطلعوا يقولنا ما تشمعوش كلام حد غيري اعضاء مجلس النواب اللي احنا منتظرينهم دلوقتي وهيكونوا غالبا هم هم اللي فاتوا او اللي جايين شبههم هم اللي قال عنهم صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان السابق في يوليو 2019 تحديدا قال ان في نواب محدش شافهم داخل قاعة المجلس خلال دورات الانعقاد وقال ان مضابط المجلس نفسه اثبتت انه قرابة 145 نائب من اصل كام 598 ما دخلوش اصلا قاعة البرلمان طيب انت متخيل 145 نائب بيمثلوا ملايين المواطنين ما دخلوش المجلس مجلس النواب اللي بيتم اختياره دلوقتي يا سيدي قال عنه مرتضى منصور من كم يوم انه اللي بيدخله بيشخلل عشان يعدي بيصرف 50 مليون جنيه عشان يعدي انتخابات النهاردة يا سادة اللي محدش داريان بيها غاب عنها مشاهد الاسفاف والرأس بس فضلة مشاهد الرشاوة موجودة الحجة غضبا عنها مش لقيه تاكل خذ يا حجة خذ يا حجة مش لا يتودي أولادها المدارس الانتخابات الحقيقية سادة للمصريين والعالم يتبعها دلوقتي للأسف مش في مصر في أمريكا انتخابات أدلة فيها 150 مليون شخص بأصواتهم لأنهم عارفين كويس أن صوتهم لقيمة وعارفين أن ما فيش حد هيطلع يقول لهم انزلوا انزلوا الدوني تفويض أحارب الإرهاب والتزوير المحتمل عارفين كويس أن ما فيش حد هيدي أوامر للجيش الأمريكي ينزل يقتل الناس الأمريكيين عارفين أن ما فيش حد عندهم يقدر يطلع ويقول مش هسمح لحد يقرب من الكرسي ده العيب مش بس الشعب أو العيب مش الشعب قدم العيب في نظام اعتلى الكرسي وحط تحته بيادة ودبابة